طيب شو اللي بيسبب هذا التوتر شو اللي بيسبب هذا الإجهاد أو الضغط أو الاسترس خلينا نرجع للكلمة الإنجليزية أيوة أول شي هي نمط الحياة السريعة التي الذي نعيشه الحياة السريعة مع كل المتطلبات مع التكنولوجيا اللي بدك تترفق باستمرار مع الهموم ما انشغالنا بأكتر من أمر لأن الإنسان المعاصر هو قلق باستمرار كيف يعيش ويعيش أحسن من ما سبقه أو ربما محيطه شوفي متى ستة بقول الرب لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم من منكم إذا هتم ولماذا تهتمون فلا تهتموا فلا تهتموا بمقطع صغير خمس مرات يتكلم عن الهم بماذا يهتم الإنسان ثلاث أمور يكررها حوالي 12 مرة ماذا تأكلون ماذا تشربون ماذا تلبسون هموم الأكل والشرب واللبس والحياة وتزديد الاحتياجات والفواتير والتصميد للتقاعد وغيره فلا يقول لهم أنتم يا قليلي الأموال أو الحظ أنتم يا قليلي الإيمان فإذا الإجهاد المستمر والسترس المستمر والهم المستمر والقلق المستمر بيسرق الإيمان من حياتنا والعلاج باختصار أنا أقول هالأمور اللي رح ندخل بتفاصيله من نواهي عديدة بيعطي ثلاث علاجات للقلق للهم للسترس لقلة الإيمان أول شيء بيقول تأملوا ثاني شيء بيقول انظروا انظروا إلى طيور السماء في متى أصحح ستة لايه 26 انظروا إلى طيور السماء 28 تأملوا زنابق الحق ثلاثة أطلبوا ثلاث أمور أنا مرة فكرت بهالمقطع الرائع شوف علاجات الرب بسيطة جدا أول شيء الإنسان بيعلم أن يكون قلقان ما بقى يقدر يتأمل بتشوف أمور جميلة في حياتك ما قادر أنك تتأمل فيها بتشوف ابنك عم يلعب من حولك بدل ما تشوفه نعمة من الله زي لعبة متحركة جزء منك ترى على أنه سعدين وعن بدايئك مزعج غبي فشو بيعملوا اليوم؟ بيسلموه سلفون أو آيباد أو اجلس في غرفتك تحل عني أنا بطعميك بلبسك شو منقص عليك؟ ما بقى يدرين نتأمل ما بقى يدرين ننظر قال انظروا إلى تور السماء أمتى آخر مرة تأملنا في طير عصفور وقلنا لك المجد يا رب أمتى آخر مرة تأملنا في زهرة وقلنا له نشكرك يا رب لأجل هذه الزهرة والثالثة أطلبوا ما نطلبه وما نركض ورائه ونجد في أثري في هذه الحياة هل فعلاً نحتاجها كلها؟ هل فعلاً نحتاج البيت الذي عندنا بعجمه وبتكاليفه؟ أو ممكن نعيش حياة مطمئنة هادئة في وقار ببيت في نصف حجمه ونصف كتكاليفه؟ مثلاً إذا الرب أعطى الإنسان قادر فليكن أنا دائما أقول الأخوين إن شاء الله بدل البيت يصير عنكم أربعة أو خمسة وعشرة الرب يكرمكم لكن هل نحتاج إلى هذه كلها؟ ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ وماذا نلبس؟ فممكن يكون الهم والقلق ممكن يكون مصيبة في الحياة زي طلاق مثلاً موت قريب أو حبيب امتحان ما والرسوب في امتحان جرح خسارة عمل وممكن يكون أيضاً ضغط يومي في الحياة يفرض علينا مثل شغل إضافة مشاكل مالية قلة نوم